استنتاجات هامة حول الحياة المناوية للثورة التحريرية في الولاية الرابعة التاريخية من 1954 إلى غاية 1962 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأشتر مصدر أو مرجع المعلومات بعد دراستنا لتاريخ الولاية الرابعة منذ انطلاق الثورة التحريرية حاولنا تسليط الضوء على دور هذه الولاية في احتضان الثورة والمساهمة في إنجاحها وإبراز اختر الصعوبات التي واجهتها والمتمثلة في ظهور فئة الرافض للثورة الذين عملوا على عقلة سيرها متواطئين مع سلطة العدو الفرنسي ومن خلال البحث يمكن استخلاص مجموعة من النطاط منها أن عملية أول نوفمبر في الولاية الرابعة تنوع طيلة فترة التفاح المسلح بين معارض وتمين وعمليات تخريبية وفدائية أن هذه الثورة المجيدة هي نتيجة تضحية قدمها الشعب الجزاري منذ 1830 ميلادي حيث وقفوا على نقاط القوة والضعف مما متنه من المزاوج بين العمل السياسي والعستري وتوظيف تفت الظروف التي تميزت بها الولاية عامة والولاية الرابعة خاصة لصالح الثورة كانت الولاية الرابعة ماتزا للحارات المنوية التي تساعد سلطات العدو ومن زعمائها نظر لموطيها الذي يتوسط الجزائر ومن هذه الحاراتات نطر حارتة توبيس بالوانشريس حارتة الباشاغ أبو علان في شلف وود الفضة الحزب الشيوعي الذي حاول منافسة جبهة التحرير الوطني إضافة إلى حارتة بن سعيد في عينبو يوسف وتصل بخاري وحارتة بالوانيس والزورة المتنقلة من الولاية الثالثة إلى الرابعة ساعت فرنسا لضرب الثورة بأبنائها الذين جندتهم في فرق الحارة والرومية للتجسس ومراربة تحرك جيش التحرير وكذا الدخول معه في اجتباتات مسلحة بروز الحزب الشيوعي تمعارض للثورة ثم منافس لجبهة التحرير ليصبح مساندا بعد تأتده من فشل نشاطه بعيدا عن التنظيم الرسمي للثورة والمتمثل في جيش وجبهة التحرير كان جيش وجبهة التحرير دورا كبيرا في مواجهة المستدمير الفرنسي والحارات المناوية التي جندها للقضاء على الثورة والقضاء عليها بفضل مساندة الشاب للثورة وإيمانه بها شتلت حاتة بن سعيد عبءا كبيرا على الثورة في الولاية الرابعة إلى أن قيادة الولاية بقيادة سيبورر تمتنت من القضاء عليها وهذا يدل على حنطة القيادة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد تمبارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد المجيد